التساقطات المطرية الأخيرة أعادت الأمل في موسم بدون جفاف حقينة السدود ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تسجيلها النصف الأول من الموسم الفلاحي لعز يتراوح ما بين 40 إلى 60% نسبة ملء السدود حاليا تقدر كمعدل وطني ب61% وهي تختلف حسب المناطق من طبيعة الحال وهذه النسبة تتعطينا مخزون مائي في الحقينة السدود التي تتراوح حاليا بـ 9.5 مليار متر مكعب وهذا الحجم سيمكننا من تزويد المدون بالماء الصالح وكذلك المركبات السياحية والصناعية المرتبطة بالسدود خلال السنوات المقبلة في ظروف جيدة وكذلك سيمكننا خصوصا السدود الموجهة إلى السقي ستمكننا من تلبية الحاجة الجميع الدوائر السقوية الكبرى المرتبطة بالسدود رغم الاطمئنان الذي خلفه ارتفاع نسبة ملء السدود فإن المصالح المختصة تشير إلى أن تساقطات شهري فبراير ومارس هي ذات وقع محدود بسبب تباعد الفترات المنطرة الملكة تفوت المدة 15 يوم طبيعة الحال بدون تساقطات فتأثير الإيجابي ديال السيالان يكون ضعيف إذن هذه التساقطات فعلا يالله ساعدت على استقرار نسبة ملء السدود في حدود 60% يعني ما كانش زيادة كبيرة لكن هذا الملء هذا بطبيعة الحال غير يساعدنا على يعني سنة بشات سنة تكون يعني طبيعية فلاحيا نتيجة الارتفاع حقينة السدود فإن السنة الحالية لن تعرف مشاكل في الماء شرب